نكمل مع حضراتكم أخبارنا النهاردة ونبدأ بقائمة نادي الزمالك لمواجهة حرس الحدود في الدوري الممتاز طيب قائمة نادي الزمالك لهذه المواجهة مفاش تغييرات كثيرة عن قائمة مباراة الماضية في حرس المرمى كالعادة محمد عواد ومحمد الصبحي في خط الدفاع أمر جابر ومحمد عبدالغاني وحسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وأحمد فتوح وفي خط الوسط محمد أشرف روقع وعمر السيسي ونبيل عماد دونجا وإمام عشور ويوسف إبراهيم أوباما وسيد عبدالله ومحمود عبد الرازق شكبالة مع أحمد مصطفى زيزو وخط الهجوم موجود في سامسون أكينولا ويوسف أسامة نبيه مع يوسف حسن وبالتأكيد سيف الدين الجزيري أما تشكيل نادي الزمالك المتوقع لهذه المواجهة فهيكون كالتالي محمد عواد في حراسة المرمى خط الدفاع هيبقى فيه حسام عبد المجيد ومصطفى الزناري وحمزة المسلوسي وأحمد فتوح وسيد عبدالله نيمار في خط الوسط مع محمد أشرف روقع وعمر السيسي وإمام عشور وأحمد مصطفى زيزو وفي الهجوم سيف الدين الجزيري ده تشكيل المتوقع لهذه المواجهة تشكيل زي ما حررتكم شايفينه ده تشكيل أقرب وإن كان أحيانا بيلعب طبعا مع بيسيف الجزيري وزيزو اتنين مواجمين لو بيلعب ثلاثة خمسة اتنين إلا لو غيرها لثلاثة أربعة ثلاثة ولعب إمام عشور كجناح ناحية الشمال إذا مالك بمناسبة تشكيلة فريرة المتوقعة لهذه المواجهة